أنت العمود الفقري، أنت تجيب المبيعات، أنت تجعل الشركة تعيش يريد أن يسوي مبيعات بمليونية نفذنا حملات بـ 50 ألف دولار، نفذنا بـ 500 ألف دولار، نفذنا بـ 2 مليون دولار ما هو النتيجة التي ستحققها؟ ممكن أن يضيف موظف، يكون شاي الهمة، يكون مينام الليل صح، صح لفترة معين الشخص الذي يدخل الاستثمار يجب أن يكون عنده مبلغ التجربة والخطأ لتريلان فيلم، بياناتها صارت الاستثمار الحقيقي هذي كنا بالـ TOT، بالـ training يخلونا نرفع سوبجيكت، ما نعرف شانه هو ونحكي عنها 15 دقيقة أوكي، وهو ما نعرف وتفكر فيه كم أصلا؟ لا، دايركت، بس تشوفها ودائماً يكون غريب أيوه يعني يقول لك، احكي عن دورة حياة القطط، مثلاً، حتى تعلم شون ترتجل كدام الليديا؟ أي، أي، حتى تعلم شون ترتجل قدام الميديا وتحكي يعني يعلمونكم الشذب أي هذه كانت بالـ TOT متأخذتها؟ والله أنا أخذت تقريباً ثلاثة مختلفة، يعني كل سنتين أخذ واحدة يعني بتكون المدة أطول، بس الرئيسية كانت في 2017 شو الفوائد اللي طلعت بها من TOT؟ والله كثيرة، يعني كثيرة صراحة، الـ leadership أي، how to manage group of people إذا كانوا خمسة أو خمسين، هذه كانت أهم شيء الترينوف ترينر بالعربي شو؟ أعداد المدربين أو أعداد القادة أعداد القادة أي، أوكي، فعلمتك كيف أنك أنت تقود الفريق؟ يعني ممكن هي، إحنا اليوم مجاننا، أولاً هو بالـ اليوم أنت مدى تبيع الشغل البلاك هور وايت، شغلة عجبة أو ما تعجب الزبون، لا، إحنا نتنبيع الـ شون يشعر بالانتصار، شون يفوز على المنافسين، شون ترتفع مبيعاته، يرتفع يعني يكون انفلونسر بمجاله، كبزنس، ليس كشخص هذا الشيء يعني بالخدمات، ببيع الخدمات، الشخص الذي يبيعها هو يمثل الخدمة والشركة بالكامل أنا اليوم سيئو وفاوندر لـ Four Corners Agency، بس لحدها أنا اللي أسوي السيلز أنا اللي أسوي؟ السيلز السيلز، المبيعات أنا أسوي السيلز، أنا اللي أقعد ويالكلاينت إذا كان صغير حجم متوسط أو كبير وضخم المشروع كلهم يعني حاط أسستنز يساوون فيلترينج بالبداية، بس بعدين أنا اللي أجز لأن يعني ما تطلب فقط خبرة بمجالك حتى تبيع السيروز، تطلب الـ تطلب طريقة التواصل يزابونك، يمتى تسكت، يمتى تحكي، يمتى تعلي صوت، هذه كلها تأهلك أن تبيع الخدماتك، مئات الـ سوناها، وهو ما جاي للشركة ولا يعرف حجمها، إنه هي فقط متبثلة بالشخص اللي قاعد يبيع صح صح، فعلا فعلا يعني الشخص هو اللي يمثل الشركة، هو اللي يقدر يجيب ديل كبير أو صغير بخبرتها، فأنت ربطت موضوع قدرتك على المبيعات من التي تيوتي، تيوتي، صح، هي كانت انطلاقة حلوة، يعني أخذتها في 2016، عفوا، أول سنة بالتخرج كانت، وشفت أنها ساعدتني كلش بفتح مشروع خاص، أطلتني قدرات أساسية، أنت يعني خذيتها قبل ما تفتح فور كورنر، صح، يعني كلش كانت قريبة على فتح الشركة، اللي هي كانت قبل التخرج مباشرة، أذكر يوم تواصلنا آخر مرة، سبحان الله، يوم قلت لك المستثمر كان راغب في شركة ميديا، كلمني وقتها طبعا مستثمر، راغب أن يستثمر في شركة ميديا اللي هي ترنز، فوجهت عليك، وما أعرف شو اللي يصار بينكم بصراحة، أي يعني نحن رجعنا شوي، أنت رجعتوا، شو اللي صار؟ يعني ممكن هنا بالإمارات ما أعرف إذا تحسون نفس الشي أو لا، لكن بالعراق تحس إنه المستثمرين المحليين، يكونون أكثر فائدة من المستثمر الأجنبي، إذا كان الطموح هو المبلغ المادي فهو موجود، إذا كان عراقي أو عربي أو أجنبي، بس لما تكون الفائدة هي النيتورك، يتوسع الانطلاق بالمجال إلى أفق أبعد، هذا الشي اللي نبحث عنه بالشخص المستثمر، بحكم إحنا يعني خلال ثمان سنوات مرين بأكثر من تجربة استثمارية، الأنجح كانت الأخيرة بعد 2020، أوكي، خلنا دامنا بنتكلم عن الاستثمارات، نعرف الناس شو هي فور كورنر، وشو تخصصها، من الفريق، كم عددهم؟ تمام، إحنا يعني بشكل عام إحنا كرييتف إيجنسي، هذه الإيجنسي تأست منه 2016، عملنا يعني بعدة مجالات بمجال الماركتينج، حتى نقدر نتخص إلى أن نوصل إلى كرييتف إيجنسي، بسرعة عامة إحنا وصلنا آخر شي بعد 2020، يعني بعد ما مر على الشركة ست سنوات تقريبا، استقرينا أن نقدم خدمتين أساسية، الأولى، الخدمة الأولى هي الـ المحتوى أو إدارة المحتوى؟ بكل أنواعها الرقمي والسوشال ميديو وغيرها، والخط الثاني هو الـ اللي هو حالياً أقوى بها الحملة، الحملات التشويقية؟ من كتابة الـ concept وصناعته والـ strategy الخاصة بهذه الحملة إلى الإشراف على الإنتاج الفني، ويدخل فلوس أكثر من الـ content أي طبيعي لأن يعني يكون فيها عائد متوقع وفيها الموضوع فيها media buying صحيح اللي هو إعلان ممول صحيح، بس يكون غير ثابت يعني بالنهاية يعني طريقة زراعة حملة الآنية ويزبون تستغرق من ثلاثة إلى ستة شهور يالله تتنفذ يعني من ثلاثة إلى ستة شهور عشان تفاوض على الدين صح، تأخذ وقت طويل نزيل، ما رأيك؟ تخبرني بعدد الفريق وبعدين بسألك عن الخدمات هذه بكم تبيعونها وكم سعرها؟ تمام، نحن يعني بـ four corners نعمل بمجال الـ content management عدنا تقريبا 12 موظف أوكي، ونتكلم عن عقود سنوية بالنسبة للشركات أو التعامل معهم شهري أو لا؟ عقود سنوية، سنوية أي، نحن نوقع سنة، الـ payments تكون quarterly، تكون على كل ثلاثة شهر وتكون على شكل advance أو تأخذها بعدين؟ advance advance أي، بمجالنا لازم الزبون يؤمن بالشيء اللي قدمه بالشيء اللي نقدم إليه يعني هذه كلها على عقود سنوية، نحن بالنهاية يعني كله يستخدم بالزبان مرتنا كلش نختارهم بدقة وبعد filtration طويل حتى نوصل عدد محدود من الزبان أصلاً يعني تعرف أنت ممكن أيضاً مالك الـ agency نفس الـ field نفس الشيء نعم تعرف أن الـ capacity لا تستطيع توسعها أكثر من اللازم صحيح حتى تحافظ على الـ quality 100% بس أوكي، عندي فضول، اليوم قلت أنت لـ content تقريباً عندك 12 الـ campaign، موظفينا ثابتين أو outsource؟ الـ campaign تقريباً خمسة خمسة ثابتين ثابتين خمسة، بس عدنا wide range of freelancers لأن كل مرة الحاملة تطلب فريق جديد، tonality جديدة، theme جديد، فنحن نعمل الإنتاج الفنية سوانا كم مشروع بالإمارات، سوانا في لبنان، سوانا في مصر، في تركيا، وفي العراق نتكلم عن الـ campaign هاي بتفاصيلها إن شاء الله، بس الـ content قاعد كم يدخل لك تقريباً % من الـ campaign؟ ونتكلم نحن في أسعار تقريباً range من كامل لك؟ نحن صراحة يعني فوركونرز بـ 2024 قسمناها لأقصبين، فوركونرز communication رحت بإدارة على حدة تماماً وفوركونرز كرياتيف اللي هي خاصة بالـ campaign تحت إدارتي الـ communication يعني هو تعرف الـ stable revenue والـ stable cash flow المشكلة الوحيدة اللي ممكن تكون به هو أنه تتأخر الـ payment تجي عطل وعيات وغيرها، فغير هذه هي مستقرات نسبتها من الشركة هي 40% من revenue و60% لـ campaign يعني الـ content كم يكلف الشركة تقريباً؟ يعني مش يكلفك أنت كـ cost كم يعني يندفع لك على الـ content؟ العقد السنوي أو؟ يعني إحنا عقودنا تبدي من 10,000 دولار بالشهر بالشهر؟ أي، إلى يعني نصعد حسب حجم المشروع ومتطلباتها إلى 25,000 أوكي، بس يوم تقول 10,000 إلى 25، هذا مبلغ؟ جيد، تقدم من خلالها فقط content أو تتكلم عن social media management، moderation، تابع الكومنتات؟ يعني وش اللي تسوي بالضبط؟ صراحة، يعني إحنا نقدم هذه السيروزز عدا الـ community management لأن إحنا دائماً مؤمنين أنه هي مرتبطة بالـ sales وفي الـ customer care، إما هذا الاتجاه، ما مرتبطة بالـ agency بس بسايدس، يعني عدا هذه يكون الشخص، أغلب الشركات اللي نعملوا إياها تكون موظفة شخص على خمسة شخص بالـ marketing لأن الـ agency تكون يعني عليها كل المسؤولية للـ marketing department مو بس بالـ social media، والـ content creation نحياناً شركة على event تحتاج لـ content تحتاج لـ outdoor campaign تحتاج لـ content فالـ content management هو حتى خارج الـ social media هاي، الـ creative content management فلما الـ materials كلها طالح من الـ agency أوكي، وأكون media planners أهمي أن نقدم media planning ميديا شو عفوا؟ media planning اللي هو يعني خطك أصدك؟ اي، يعني على الـ social media على الـ outdoor على الـ own ground هاي، 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 هاي يعني الفكرة أنت لما تقول content الـ content بالنسبة لك المحتوى مش بس digital مش رقمي لا عادي أننا نحنا ندخل على مستوى ملابس الموظفين أو هاي، يعني خلي نسميه communication شون المؤسسة تتحت شوية زبانها من خلال كل هذه الأدوات نعم فهذه كلها الأدوات هي محتوى أو هي طريقة التواصل احنا نقدمها ونشرف عليها فبالتالي هي الشركة شايلة هاديك للماركتنج هي الـ agency هي تعتبر عالميا هي للمؤسسات شقد ما كان الماركتنج أنا ذكر بزين العراق أهم كنت فترة بفريق الماركتنج احنا كان 120 موظف الماركتنج بس اكو ايجنسي بكل اختصاص بكل اختصاص، بالكرياتف، بالميديا، بالفاز بالـ value-added service، اكو ايجنسي خاصة يعني ممكن هي الماركتنج بكل الشركات هو الفريق اللي ينظم العمل مع الـ agency ليس فريق التنفيذي دائما المؤسسة تحتاج الـ new blood تحتاج دماء جديدة الـ agency بعدها تحدي وبرشرة شفيرة ان تثبت نفسها وتجدد ودائما تكون مبدعة وكريتوب من المقلت نجين، تكلمنا عن الـ content نروح للـ campaign نتكلم فيها اشعار من كم لكم تقريبا الـ campaign اللي انتو تشتغلون عليها طبعا والصراحة احنا دائما نقول الزبان احنا عملنا مثل المعماريين مثل البناء انه ممكن هذا الـ Viet اللي ينبني بـ 100 ألف ممكن ينبني نفسها بـ 500 ألف الفرق من الـ brands والمنفذين والـ accessories فاحنا نفذنا حملات بـ 50 ألف دولار نفذنا بـ 500 ألف دولار نفذنا بـ 2 مليون دولار حسب مدة الحملة، حسب الأهداف، حسب الأدوات اللي يريد الزبون ليستخدمها يعني بس احنا نكون الـ planners الصحيحين لهذا الـ budget دائما نكون الشخص اللي إذا يخطط صح شون يقسم فلوس الزبون بصورة صحيحة ويستثمرها بصورة صحيحة فاحنا دائما نقول انه ممكن الربح مالدنا أو الـ revenue من الـ campaign هو بين الـ 10 إلى الـ 25% أوكي، نتكلم عن الـ margin margin and revenue فأنت كذبون، ما قد تريد تخلي مبلغ؟ احنا راح نربح نفس الربح الفرق أنه ممكن بحجم الحملة راح يصير ويعني احنا صراحة دائما نفضل أنه نستثمر ميزانية بـ أحسن صورة، لأنه هي مسؤولية أكو ممكن شركات تفضل المتساوي وـ production كلش value عالية احنا نفضل أن نتوزع الميزانية بصورة صحيحة توصل لكل الأدوات، تستخدم كل الأدوات تسويق والأدوات ده تزيد يوم ورا يوم الترند دائما صعد الاستثمار لازم يكون أكبر بعد من قبل الماركتين فممكن هو الـ agency، اختيار الزبون الـ agency صحيحة من خلال توزيعها للميزانية بشكل صحيح في الـ campaign، من الأشياء المهمة بالنسبة لك العائد الاستثماري كيف تتحمل هذه المسؤولية خصوصا على المبالغ كبيرة؟ هل في وعود تتكلمون فيها قبل أو تتفقون عليها قبل الحملة أو توقعات وفي حال ما وصلتوا لها الأرقام؟ كيف يكون التعامل؟ والله صراحة، احنا ممكن دائما نقول احنا الـ external part، احنا الجزء الخارجي اللي جاينا نوظف خبراتنا لتحقيق رؤية الزبون يعني ممكن انت شقد ما تجيب ناس تعمل لك للـ agency كمالك agency، انت اللي ببالك هو الوحيد الصحيح هي الـ vision الصحيح تجيب شخص حتى يسوي أحسن منك، بس الرؤية هي رؤيتك فنحن نحتاج فترات قبل ما ننفذ الحملات، نسوي testing ندخل أكثر بالـ business model أحلى شيء هذا بـ agency، انت دائما تعمل وهي جديدة فلما تدخل عالم السيارات لازم تكتشف، لازم تشوف المنافسين لازم تدرس الـ consumer behavior هذا أكثر أكبر مفتاح بعالمنا، بعالم التسويق أشوفه هو هذا الاستثمار الحقيقي بعملنا فممكن الوعود تنبني بعد ما يكون أكو علاقة بين الزبون والـ agency أو يكون هو الزبون أدى الـ vision ويحتاج الـ agency لتطبقها لا تتخطط لها وتحللها يعني العادي الاستثماري بالنهاية هو حيصير بعد ما تستخدم الأدوات بشكل صحيح هذا الشيء لازم يكون أكيد إذا الـ agency كانت محترفاً هل تقترحون أنتوا مثلاً كـ agency أو العميل أن يكون فيه مشاركة في الـ campaign بين هذه الـ agency يعني خلنا نقول عمولة عشان يربط أدائك بالنتائج هل يعني تشتغلون على هذا الأساس أم لا؟ حالياً ممكن بالعراق ما نقدم أي شيء service لأن الـ data بعدها مو كاملة بشكل متكامل ما مرتبطة بشكل متكامل فبالتالي الـ customer journey هي مامة كاملة عندنا إحنا حالياً بالعراق دنصنا الـ awareness دنصنا الـ call to action توعية؟ دنصنا توعية بالعلامة التجارية أو بمنتج معين وبعدها ندفع المشاهد أن يأخذ قرار أحياناً قرار الشراء أو قرار المتابعة أو قرار رسال رسالة يعني نقدر نفسرها أننا ندق كل الأبواب نطرق كل الأبواب وبعدها الزبون يختار أنه أي باب سيدخل بالوقت الحالي بسبب عدم تكاملية البيانات ممكن نسأل الـ 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 الحقيقي بكل القطاعات لأنه اللي يملكها بالنهاية هو يحقق الغاية اللي يحتاجها بالأخير صح البيانات من أهم الأشياء بس يعني رداً على سؤالي أنتوا ما تدخلون في الديل هذا أنتوا بس تعملون الشسمة وبناء عليها بالوقت الحالي يعني بسبب فقدان بعض البيانات بالعراق أو تكامليتها شو أهم البيانات المفقودة تقريباً؟ يعني ما إحنا يعني بالوقت الحالي ممكن نلقى هواية من الزفان مثلاً بالعراق اللي البنت اللي تطلب مثلاً بتاليفون زوجها تطلب الأوردر بسبب لاكسيسيبلتي مثلاً أو بسبب أنه هي تشوف الكونتاكت حيكون ويزوجها فتطلب من خلال هاتف زوجها فبعدياً بالتقارير ما لح تطلع النتيجة صحيحة لك كـ حتى تبني عليها إنسايت أي هذه حالة من مئات الحالات بس إذا كانت الحالة موجودة معناتها هذا شيء طبيعي يمكن يكون موجود في الإمارات في العراق في السعودية صح ألا؟ إحنا يعني بالعراق صراحة ما أعرف بالإمارات كيف تمشي الأمور بس بالعراق أغلب البيع والطلبات هي من خلال السوشال ميديا ليس من خلال التطبيق أو الويب سايت ثقافة الطلب يعني عبر الويب سايت هم نوعاً ما بعدها مستحدثة عدنا هذا الشيء اللي يخلي الحلقة مفقودة يعني لما وصلت للإعلان وبعدها اتصل هو طلع من حارتنا كـ صحيح ليس محسوب الآن عليك كـ ماذا لو خصصنا رقم خاص لمتابعة الأداء؟ يعني ممكن نشجع الشركات أن تتبع عالية المبيعات اليوم جئت اشتريت منك بس إذا لم أعرفت من أين جاي في هالحالة فقدت البيانات مثل ما نقول نحن الصراحة استثمارنا القادم سيكون في العراق نحاول نأسس شيء لشركات القطار الخاص قريباً راح يطلق للـ data collection نحن ندخل اليوم بالعراق مع مؤسسات ضخمة ونلقاها صار عشر سنين تبيعه بملايين دولارات ومعدها ببيانات المبيعات مالتا فهو بكل مرة عنده يخلق lead جديد ويحققها فهو كل مرة قاعد يكلف نفسه بال lead هذا شكراً شكراً لك هو ده يصرف كل مرة وما ده يعرف انه هو ده عدد بيانات موجودة الشون راح يستثمرها ورح تكون أقل كف علي هل بسهولة بيعطونك هذه البيانات؟ يعني احنا دانبنيها لهم يعني احنا ممكن نعلم الشون تستخدم الشون يتم استثمارها هواية مشاريع وشركات بالعراق من ده يوصل انه هو يريد يبيع مشروعة ده يكتشف هذا الفق اللي هو كان واقع به انه ما عنده ريكورد ما عنده بيانات ما عنده بيانات زبائن فيشوف انه اي شخص هيشتري بيانات راح يبدو من جديد من الصفر احنا مو شرط انه احنا ناخد البيانات او نستخدمها احنا بس نبنيها الى انترنالي هاي يعني رايحين انكم تكونون شركة او شركة رقمية بدون ممكن التشويق يكون لا علاقة بالموضوع بعدها تشويق اي احنا مجاندة يعني عالميا يتطور بسرعة وما مخصص ببلد معين حتى ما مخصص بالعالم بنوع معين حتى تتعلم الستاندرز اللي ترهم على الكل كل بلد الى ادواته و الى اتجاهاته بالتسويق ممكن تروح اليوم تشتولوا ببلد اوروبي معين حتى تشوف انه السوشال ميديا وروح على الديجيتال والجوجلات مثلا بالعراق احنا مثلا اكثر استخدامنا ومبيعاتنا مخلال السوشال ميديا وتعتبر الادات الرئيسية وبعدة حملات مثل ما رجعنا انه احنا شون نشارك الزبون بالاروعي مات العهد الاستثماري العهد الاستثماري شون نشاركه بتحقيق هذا العهد الاستثماري احيانا نزابون يكون عدة رؤية بسبب متولدة عدة بسبب التنافس انه انا اليوم اذا ما نزلت في البورز او ما نزلت تلفزيون معناها ما رح حقق شيء فاحنا صراحة بعدة مؤسسات ردنا نسوي لهم Proof of Concept ردنا نثبت لهم اثبات الحالة اثبات الحالة بالضبط شون نثبت فتعال انت بفلوسك تسوي هذا التست حتى تستفاد منه انه على سبيل المثال كان عدنا حتى تطويقات فانزل بكل بغداد او بكل العراق بكل الأدوات وخلي QR كود خاص بكل منصة او بكل الأدات بالبالبورد يختلف عن التيفي يختلف عن السوشال ميديا وسوي تراكينج انت منين ديجوك الزباد فبتعرف وين حصلت بالضبط فكانت اكو أدوات أعلى الأدوات كلف جابت لصفر نتاج كلف عالية انصرف عليها أكثر على شوالع رئيسية يمكن فيها زحمة والعالم أصلا ضايق خلقها بالضبط والدول العربية الشمس فيها قوية وهذا الشيء يضيق على الإنسان أن يباوع أو يحلل أو يأخذ قرار فبالتالي السوشال ميديا والإعلانات الرقمية جابت للنتاج لعلى بينما أكو أدوات انصرف عليها تقريبا 300 ألف دولار ما جابت نتيجة واحدة فصار هذا إثبات الحالة عنده لمستقبله أحسن ما يوقع بمبالغ أكبر أو بحالات أكبر بسبب قوة التنافس ندخل على ما اسمه الاستثمارات لفور كورنز متى دخل عندكم أول مستثمر أو حتى قبل أول مستثمر أنتوا كيف بديتوا؟ يعني نحن صراحة كستارت أب يعني بهذا المجال التحديدا إنشان دائما لدينا التخوف والتوسع هذا ممكن يرافق أي ستارت أب البراشر ممكن هو الستارت أب إذا يضيف موظف يكون شاي الأهمة يكون مينام الليل صح صح لفترة معينة يعني فرص الاستثمار كان دائما موجودة بصراحة بس هو منه الشريك الجديد أو الشريك المناسب يعني أسست هاول شيء بمبلغك المالي الخاص ولا دخلت معاك ناس؟ نعم أنا كنت واحدة من 2016 بديتها بأكثر من محافظة بالعراق تقريبا كم حطيتها والمفديت؟ تقريبا مئة ألف مئة ألف دولار أي تقريبا توزع على أدة سنوات صراحة يعني كفاني لأكثر من سنة لأن بديت كوان من شو الشخص الوحيد اللي يمثل الشركة ويشتغل بالشركة وكل الأدوات كانت عندي يعني كل الأشخاص فريلانسرز أي حتى المقر كان هايبرد اللي فترة معينة التوسع بدأ يعني بمجاننا بدأ أنه أنت تخسر زبون تجيب زبون آخر فماكو شي فروميسينج ماكو شي واعد كان دائما مخيف الوبرائشنز كانت مخيفة بالنسبة لي شو أول أول عميل عطاك الاستقرار أني أنا اليوم شركة أو بدأت أكبر؟ والله صراحة يعني دائما أذكر يعني دائما أذكر أنه كان مستثمر عراقي مساكن بالإمارات طول حياته وكانت أول زيارة إلا بالعراق كان دا يفتح ديليفوري أب أوكي أي فتعالوا يا شباب أنتوا عندكم يعني كنا استونا متخرجين أصلا تعالوا خلنسوي البراندينج والأدفرتايزنج بلان وطلعنا ما مصدقين يعني كان العقد تقريبا خمس تالاف دولار ما مصدقين أنه هذا أول عقد وصلنا به وحققنا هذا الشي وبدت يعني بدينا بالنيتورك بدينا من صفر نيتورك يعني صراحة ديليفوري تتكلم عن حاشن أو غيره؟ لا غيره لا غيره صراحة مستثمر إماراتي أو العراقي؟ عراقي بس هو يعني من سكت الإمارات طول حياته أيوة أي والآبليكيشن شغال اليوم؟ لا تحول إلى تجاه آخر يعني أوكي أطعنا هذه الثقة بدينا من صفر بروتفليو ماكو أي تاريخ وين الشركة اللي خلنا نقول يعني شركة فقيلة اسم قوي أعطتكم استقرار أكبر؟ متى دخلت؟ كزبائن؟ كزبائن هنا يعني نذكر بالأسماء؟ بالأسماء ليش لا؟ عشان المشاهدين لهم حق بعد الصراحة هواي يعني هواي إحنا أنا كنت أدخل كسيو ممكن أحياناً العمر يكون مقياس أيضاً فتكعد يعني تحسة مو فقط ديل تحسها دعم تحسها ثقان يعني أكو بالإي بايمنت أدنا بالعراق شركتين بارزة جداً اللي هي كي كارد وتبادل طونا هذه الثقة حلو ممكن هذه الشركات الرئيسية اللي بدوا يعني يعني بالذات بمجال الكمبيين منجمنت تحول بالعراق اللوكاليزايشن إلى أنصر مهم جداً بدأت المؤسسات حتى ذا مدثق بالوكال المحلية يعني قاموا يشوفون أن التحدث بلغة الشعب أو بلغة الشارع نقول أفضل من اللغة اللي هي لغة عربية فصحة وإنجليش صح؟ مئة بالمئة حسناً أنه الأيجنسي العالمية كان الهدورت شبير بالتخطيط والتحليل وبوضع الستراتيجيز بس لما تجي الكونتنت أنت لازم تحكي بأبناء بلدك بلغة اللي هي بلغة الشارع؟ بلغتك نعم بلغتك فعلاً مئة بالمئة بأفكارك بالمكانات العاطفية اللي أنت شايفها تلمس الناس فبدت شركات نسميها مجازة فأنها تشتغلوها الوكالي جنسيز لأنك وبعض التجارب كانت صعبة عليهم كمؤسسات شبيرة وكبعض التجارب كانت هي فرص للمؤسسات المحلية أو الوكالات المحلية نجحت بالإي بايمنت هذه مثلاً شركة المنصور بالعراق أيضاً اللي هي وكلاء جيمسي وكاديلاك وشيفراليد هم قالوا إحنا صعب يعني نبدأ عمله مع أي جيمسي محلي بس راح نجرب وكانت تجربة رائعة ماشاء الله الحمد لله أين؟ سؤال عن مدة التعاقد مع هاي الشركات أنت ذكرت أنها في عقود سنة الحين سؤالي عن متوسط الفترة اللي يقضيها العميل مع الاجنسي بشكل عام سنة أكثر أقل أشهر يعني بالنسبة لك تجربتك بخدمة الكونتنت برأيك لو بالكامبين أيهما طبعاً يعني أنا بالكونتنت أشوف الكلاينت يتبع يتبع الوجوه اللي يدي يشوفها الزبون هو ده يتبع الروية ده يتبع المحتوى ده يتبع التجدد بالأفكار بالعام يعني بشكل عام هو ده ياخذ من سنتين إلى ثلاثة من سنتين إلى ثلاثة؟ أنه هو مستقر لأن كل بزنس هو التغيير بي صعب كل بزنس يريد كل بزنس ما يريد يرجع يفتح الموضوع من جديد وهي ناس جديدة ويجرب تجربة جديدة بس المهم أن الاجنس ما تكون خياراً سيئة أنه يلا هذا الموجود أحسن ما أجيب أحد جديد لازم دائماً أكو أكو سيشنز أكو جلسات تقعد تسمح مشاكل زبونك تقعد تطور منه تقعد تكون إلا شريك بالنهاية لأن الاجنس هي شريكة بكل مؤسسة شريكة نجاح أو فشل هذا بالمحتوى صح بس بالكامبين يعني هي صراحة يعني كل كامبين ممكن تصغرق من ثلاثة إلى ستة شهر بس الريبتيشن مات حلوة بالكامبين اللي بعدها رح يرجع أو لا هذا أهم شيء دائماً أقول للزبان لما تريد تعمل وهي ايجنسي أسألها الزبون كم مرة تعمله هذا شيء رح يثبت قوتها شو أغرب كامبين سويتها؟ أو أغرب حساب أكاونت مسكته كالكونتنت؟ ممكن بالكونتنت نحن كل مرة يكون شيء جديد وغريب بكل مجال مرة الإي بايمنت مرة شركة الاستيراميك المعينة مثلاً تدخل باختصاصات كلش حلوة التغذية لا تسير الطيران مرة دخلنا في تجربة كل تجربة هي جديدة كل تجربة هي بها هذا إحساس البداية الجديدة كأنما اشتغلت بفيرت جديد كأنما تعينت بفيرت جديد يعني ردودة فعال الناس شون هي ممكن بس بكل مرة إذا كانت في الكونتنت أو في الكامبين لما ندخل للمجال قبل أن نبدأ نكتشف أن أفكارنا كانت خاطئة أو كانت أفكار بسيطة تدخل بعمق تبدأ تكتشف النوهو شون دا يمشي هذا الفيزنس تكتشف شيء كل شيء مشوق كل شيء مشوق يكون الاستثمارات دخلت بمئة ألف متى سويت جولة استثمارية وخديت فلوس من المستثمارين يعني أنا ممكن ذكرت أنه كان دائما الفرصة موجودة ولليوم هي موجودة اليوم نحن لدينا مستثمر واحد وبعد أكو فرصة أنه يدخل مستثمر متى دخل للمستثمر؟ ألفين وواحد وعشرين كم حط؟ يعني نقول ستة أرقام ستة أرقام؟ متحفظ يعني خليها ستة أرقام هذه ستة أرقام صراحة وسعت الـ وسعت الـ وسعت الكادر وسعت أن نحن يكون عندنا كلف للتجربة وسعت الـ الـ وجاب صدا عالي جدا جاء بالنصادة يعني مثل ما قلنا الناس بدأت تثق بالاسم وتشتغلوا إياه وهي ما شايفه لا المقر ولا شايفه سي بي رأسا أين؟ أوكي المستثمر لما دخل دخل كسايلنت انفستر يعني مستثمر صامت بس حط فلوس ولا دخل كمستثمر استراتيجي عنده مثلا مش مجموعة شركات أو شركة وانت وجزء مثلا من كمبين أو إدارة مثلا صبحاته يعني أبا تخيل طريقة الاستثمار كيف تمت؟ يعني الصراحة ممكن هالفكرة اللي قلتها أنت سامع أنا هواي أنه هواي مؤسسات تدخل أو شراكات يدخلون بها مستثمرين مع أجنسي لأن عندهم أهداف عندهم أهداف وعدهم بيزنزز يكون أكيد موفر هذا الشيء أحنا بالنسبة لنا هو كان أحد زبائلنا لمدة سنتين بمؤسسة وحدة وبعدها صار الاستثمار صار عندنا ثقل أكبر علينا صراحة هذا الثقل كان ما متوقع ويهذا التوسع لأن كانت ممكن الأهداف مو واضحة بالبداية وتوسعنا صار الثقل أكثر إداري يعني أكثر على المستثمر حاليا المستثمر اللي ممكن نستهدفه بالمرحلة القادمة يكون استراتيجي مو مستثمر مالي أوكي أبا أطلع أبا أشوف طريقة إدارتك فلسفتك الإدارية طريقة اختيار الفريق فريق العمل خبرني أكثر عن جوانب أو يومياتك أنت شو قاعد تسوي أول ما تنشف من النوم والله صراحة يعني يمكن هذا السؤال لو انسألته قبل سنتين كان الإجابة كانت العكس ممكن يعني ليس أنا وات شنت الشخص اللي يعمل أكثر من 11 ساعة باليوم سبعة يوم هذا الشيء ولد يعني ولد لي معرفة ووصلني إلى حقيقة أنه أحس أن البزنس لازم يكون أهدأ شوية من هذا من هذا البراشر أهدأ أهدأ من ناحية نفسية أحس الشخص إذا كان مدير أو مالك تحديداً يحتاج يدخل يعني يفهم نفسه أكثر ويفهم هو ليش داي يسوي هذا البزنس وشن الهدف اللي يوصل له يمكن بداية تحلل نتائج هواية شخصيات عالمية تقول إحنا لما وصلنا الحلم هنا صرنا مليار ديارية شفنا أن الحساس كنا متوقعين حساس مختلف كنا متوقعين حساس قوي جداً بعدين وصلنا شفنا أن الموضوع عادي أو أبسط مثل أكو عدة شخصية يمكن تذكرني اسمها قالت أتمنى الناس كلها تصر مليار ديارية حتى يعرفون أنه هذا مو مو الهدف من الحياة هذا الشيء بآخر سنتين بدأ يعني يخليني أستنتج أنه لازم أركز على حياتي الشخصية على صحتي الشخصية على أهدافي الشخصية أكثر من البزنس أو أوازن بياناتهم الاستثمار هو بعدين لازم يكون الأهداف شخصية أو تتحق في النهاية فشن اللي أنت تريد توصل له وصلت إلى 100 ألف دولار وصلت إلى مليون دولار شنو النتيجة اللي حتحققها؟ وين تريد تشوف عمرك وراء خمسين سنة؟ أو من يصر عمرك خمسين؟ من يصر عمرك ستين؟ صاحب الشركة؟ شوقت راح تاخذ البرايك أنه تقعد وتشوف نفسك؟ ممكن أنه التعدد البزنس واحد يكون عنده أكثر من شركة هذا يكون مشوق أكثر بس أنه أنا شوف أنه يكون غلط أن شخص يستثمر بس بمكان واحد يخلي جهوده ونفسه بمكان واحد والظل هي أمواله هي أموال البزنس هاي أول كاردة إش قد ما أوصل مبلغ معين حيشوفه أنه مو ممكن أخاف يصر شيء بالشركة وأحتاجه تعدد الاستثمارات تعدد القطاعات ممكن تكون مشوقة جداً إنه واحد يستكشف شيء جديد والهدف الشخصي من هذا الاستثمار وين تريد توصل؟ أنت بالنسبة لك اشتغلت في مجال غير الاجنسيز والماركتينج بشكل عام؟ بس صراحة لا أنا من تخرجي للآن نفس المجال بس أنا خريج كمبيوتر ساينز فهل فترة دا يراودني هواية أفكار أنه أتوجه ديجيتال وأتوجه للأي آي وتوجه للكمبيوتر أيوه مجالنا صاحب مجالنا في هواية تحديات الماركتينج يعني أنا أكو باية أعمال من ترجع منها من الدوام أنت تقفل تليفونك وتقفل بالك هميا ما تحتاج تفتحها مرة ثانية عملنا ما يتوقف الوقت أنت ظل تفكر الأفكار ما توقف أنا دائما أقول أنه واحد لما يدخل الماركتينج وأنت حاس بها أكيد تقوم تباع الدنيا بشكل مختلف من تمشي بالشارع تباع الإعلان وتفسره وتحل والأراضيين أنت هتساوي هاي البروزيس مرة ما تتوقف أنا أكيد أنت أنت بعد نفس الشيء حاسب الموضوع قبل أن أسس ترند كنت عندما أرى الإعلانات أن أزعج منها و أسكب على طول والله من دخلت مجال الميديا لا أستطيع لازم يعني إما أنظر بطريقة مثلا إعجاب أو أنتقاد لازم يخلص الإعلان بس هو هذا الشيء فعلا يوم تفكر فيها متعب أنت دائما عقلك شغل هذا تحدي بس أنا من زمان يعني متنوع أنا مش في مجال واحد ومش داخل بالديتيلز هذا الشيء هو هذا التنوع القطعات وشيء صحي صحي ومو بصحي وايد للبزنس يعني صحي إذا كان عندك فريق قوي قادر أن يكبر الشركة عرفت؟ لأنه مطلوب على الفاوندر أن يركز في مجال معين عشان ينجح به بدون تركيز صعب صح يعني ممكن هذه المقولة اللي ما تفارقني أنه أنت ألقى بنفسك أو بمهاراتك شيء مميز وبيعه صح بالتسويق بغير شيء بس أنه أنت تلقى بذاتك شيء مميز كلمني رجل محترم من يومين وفاهم مجاله جداً مجاله يعني جزء من أجزاء المقاولات جزء بسيط بس أنا مش فهم أصلاً في المقاولات وله مجالي و يعني كمية المعلومات اللي عنده عن المجال رهيبة بس هو شخص غير متحدث هو شخص مش بيع مرتين كلمني تليفون وكان يعني يباني أشبكة مع مع أحد المستثمرين اللي طلعوا عندي في الحلقة ف لأنه بحكم منهم في نفس الفيلد فقلت له أنت عندك عندك يعني كوفاوندرز غالي عندي قلت لي أخي أنت مش مناسب مش مناسب أنك أنت يعني يعني الماركتينج بارتنر ممكن يكون أو أحد أفضل عنك في عرض الفكرة خليه يقدم فذكرت أنت من شوية موضوع البيع موضوع البيع مش أي واحد يقدر يبيع مش أي واحد لازم واحد عنده طاقة عندها معرفة في المنتج عنده يعني خبر أو علاقات بعد في الفيلد هذا بدون الموضوع وائد وائد صعب مئة بالمئة وأني أهم دائما أنه إذا أنت عندك الخبرة بالمبيعات والخبرة بالإدارة المالية فأنت تقدر تدير أي بزنس مو شرط ينجح بس تقدر تعرف أنه سينجح أو حيبشن وتقدر يعني تفلتر بالبزنس بصورة صحيحة ممكن المستقبل القريب وحيكون الأشخاص اللي عندهم هذه المهارتين لأن أشوف يعني هواية أكو هواية مستثمرين يبحثون عن الأشخاص اللي يختارون لهم الاستثمارات الصحيحة والاستثمارات اللي تنجح بدون ما يروحون بعناء التجربة والنجاح والفشل فإدارة الاستثمار أتوقع أنها ستكون المرحلة القريبة القادمة أيضا بكل أنواع البزنس قبل أنا أشوف كان لازم تفتح مصنع أو معمل حتى تنجح حتى تفتح بزنس اليوم المصانع موجودة اليوم تحتاج فكرة التطويق أو فكرة على السوشيال ميديا أو ويب سايت ممكن يحد يجيب لك ملايين دولارات ممكن يعني أكو نقطة مهمة بالاستثمار أنه الشخص اللي يدخل الاستثمار لازم يكون عنده مبلغ التجربة التجربة والخطأ لترايلان فيه عنده هذ المبالغ اللي يتخليه يجرب بمفاصل بأقسام يجرب بأفكار بداخل البزنس ماته ويفشل بيها بعدين يلا ينجح لأن مو كل السيناريوات حتنجح من أول مرة أبدا مش تحيل بالضبط هذا تحدي أي مشروع ناشئ أنا أشوفه هوايا يجونا احنا في فور كونرز مشاريع ناشئ ونسوي لهم طبعا أسعار خاصة لأن نذكر احنا يمكننا بيوم اليوم مشروع ناشئ بس لما نشوفه هو انسيكيورد ما مؤمن يعني ماليا نشوف فشله متوقع لأن راح يجرب أكثر من شغله يخلص الشيء اللي مؤمن له هذا البزنس نحن ما ما نتعامل مع الشسمة مع الكلاينت اللي ما عندهم ميزانية لأنهم مزعجين بصراحة يعني ممكن احنا نسوي من جزء من الواجب المجتمعي نحن ما عندنا واجب احنا نقدم جزء المجتمعي صراحة ما اخفيك مثلا يجيني شخص عنده بزنس برأس مال مثلا ثلاثمئة ألف درهم والماركتنج اللي في راسه او الرزلت اللي هو يفكر فيها يريد يسوي مبيعات بمليونية مش منطقي انت اصلا ما عندك فلوس تعمل الماركتنج ولا عندك فلوس اصلا تعمل تست للماركتنج اللي انت راح تعمله ف انا اشوف وجهتنا ضريب صراحة ان العميل الصغير ممكن يصلح انك ما عارف شو تسوي له بس مقطعا اللي يريد يسوي محتوى جيد ما يصلح له أبدا مئة بالمئة يعني ممكن يكون مشوق انه انت تدخل اياهم وتشوف شونا افكارهم مثل ما قلت كجزء من الدعم المجتمعي بس هو من نهاية مو البرايم كلايند مو عميدك الرئيسي او المميز بالتحديد اذا كان يستهدف عدة دول او عدة فئات مستهدفة مختلفة تماما هذا بحد ذاته تحديد شفير لازم تفهم تفهم اكثر من المجتمع تدخل بيناتهم بعد ما هديت من الاربطعشر ساعة شغال واحتميت بصحتك النفسية شو الاشياء اللي انولدت بعد الاهتمام هذا؟ شو السلوك اللي غيرت فيك؟ يعني بدأ بدأت نظرتي تتوسعها بشكل عام وقاء بجنت اهرم تهدك العامليات وساعة داخل شركتك دائما تهرصك بالامور اليومية ET و enzymes بحاجتك كـ كيف تتيح تعلم كيف يصبح العامي محليا تبدي تريد الناس تتواصل يوم تقعد إياهم. هذه من جهة. من جهة أخرى تبدي تستكشف مجالات أخرى يعني. ممكن أنه تدخل بمجالات تكون مشوقة أكثر. جديدة عليك. تبدي تشوف شن الأدوات والتكنولوجيز الجديدة اللي تتوفرها المجالات الأخرى اللي ممكن تنفع بعملك. هواية طورت البزنز. هواية طور البزنز عندي لما بديت أنا أفرغ من وقتي لحياتي الخاصة. سبحان اللي سامعك أنت تقول أنه اي بزنز اونور يبحث عن البرفكشن. عن مصيبة. عن كمالية المهمة. عن كمالية البيدياف اللي يطلع باسم الشركة. الدزاين اللي يطلع. الكونتاكت ويزبون. شوف الموظف. وانت بداخلك دا تحترق. ليش دايح شو ياهيج أو شنو الطريقة أو أكو طريقة أحسن. بس من تبدي تثق بالناس اللي وياك. وتطيهم مسؤوليتهم. تحمل المسؤولية. بديت تخلق ليدر. بديت تخلق شخص هو مسؤول عن نفسه وعن التصرفاته وعن الناس اللي يعملون معها. فبالتالي صار وقت الفراغ أكبر. بديت أروح للشركة. أقعد أسوي أشياء ثانية تمام. أبدي أتصفح. أبدي أتواصل. أبدي أحد شيئاك. اللي هو قبل كان أي أحد يطلب مني أي شيء. أنا أقول. أنا مشغول. يحتاج شخص مرتقي الصراحة. ما يحتاج شخص أعصابه نار. وعنده تنشن دائما. وحارقة أعصابه على كل شيء. لأن هو بالنهاية إذا فقط جزء من صحته بسبب الفراغ أو فقط. فقط كل شيء. فقط كل شيء. هذه النتيجة اللي بديت أستكشفها شوي شوي. إنه إحنا دا نعمل حتى صحتنا حتى نعيش عمر أحلى. نعيش أطول. شو الأشياء اللي تخليك نزين ريلاكس أكثر في الشغل. وشو الأشياء اللي اليوم توترك أكثر في الشغل. يعني إذا صدر سلوك أو حاجة تتوتر. أو العكس ترتاح. أما خلينا أخذها من جانب السلبي أول. عدم الاستقرار بالبزنس. عن استيبال سيشويشن. أي بزنس غير مستقر هو يكون مهتر جدا. ويكون بي برشار عالي. وبمجالنا أنت تعرف لما يجي رينيول ما الكلاينت. أنت تعرف قراره. لأن في مجالنا الماركتينج هو أول جزء يتم الاستغناء عنه. استغناء عنه. مية مليئة بالمخاطر. هو التجديد العقود. العقود أنت شوي تخاف صح؟ بالضبط. ممكن هذه يعني تكون هي أصعب مرحلة. أنه أنت لازم حيئ للزبون سابقا. ليش راح تجدد العقد. ليش راح تستمر ريايا. ليش ما راح تختار غيري الفترة. أحلى مرحلة هي الفوز بالدير. بالذات ذاك كان علي تنافس. هذا اللي تخلي شخص يعني كصاحب مؤسسة أو مدير بمؤسسة معينة يحس بالسعادة يعني بعلا مستويات السعادة أخلي نقول. فعلا هذه هي شئلة اللي ذكرتها حساسة. بس تصدق أنا مش معاك في النقطة الأولى. أنا معاك في النقطة الثانية. النقطة الأولى لأنه الطبيعي. ليش أنا مش معاك؟ الطبيعي إذا الكلاينت ما راح يجدد مثلا عندك أن بيكون صدر منك سلوك عدم رغبة في التجديد أو صدر رغب منه نفس السلوك. يعني ما في تناغم ما في تفاهم. في يوم ما يتجدد العقد تقول فكه. لأن كنت أردي منزعج من الموضوع. نادر أن يجيك مثلا صدمة والله غيرنا رأينا في آخر لحظة. والعلاقات سمن على العسل. هذا ما يصير. أنا أتكلم من تجربة شخصية. يمكن صارت عندي مرة واحدة. انصدمنا وكانت الأسباب يعني خارج عن الإرادة. مش تقصير ولا ولا مثلا يعني قرار استراتيجي. فبس الطبيعي الطبيعي أغلبية الكلاينتس. يا يكون نحنا خلاص مثلا ما قدرنا نقدم للخدمة اللي هو يباها. أو العكس نحنا ما قدرنا نتحمله. خلاص وقع أحد يضغطني يضغطني ما قدرنا نتحمله. فيكون شيء متوقع. قبل لا يحدث يكون شيء متوقع. يعني أنا من التجارب اللي كانت مفاجئة لي مثلا. أنه أنا كماركتينج ايجنسي. علي مسؤولية أنه نقول كل نقاط القوة والضعف. وكل اللي تواجه الشركة بدون قلب الإدارة. فأحيانا يعني واحدة من الحالات مثلا أنه إحنا لقينا مشاكل بالسيالز عند الشركة. فإحنا دا نصنع الليد بصورة ممتازة جدا. الليد لو نترجمها بالعربي. الفرصة. الفرصة نعم. دا نصنع الفرصة. دا نصنع الزبون المحتمل. وهذا زبون المحتمل دا يروح على الاتصال أو الواتساب. فيعني هواية مرات كان زبون. ما يأخذونا بجدية. بالضبط كان يشكي أنه الماركتينج ماذا يجيب النتيجة المطلوبة. وبعدين لما نتابعنا كل طرق أو أدوات المبيعات وخدمة الزبان. فانقلنا الصورة. فاتفاجأنا مثلا بيقاف العقد حتى يحل هذه المشاكل. لفترة. اعتباد كحلا عميتها. شوف أنا عرف واحد من ضيوفي خليل القاهري. وعنده ماركتينج اجنسي فاتكلم على هالموضوع بس من زاوية أذكى. شو قال? قال نحنا نشوف العميل المحتمل اللي نحنا نباه مستهدفينه. ونحنا نكون الفرصة الليد. نحنا قال نكون الفرصة. وندخل في تجربة العميل. ونشوف وين المشاكل اللي واجهناها. فالي يصير أن يسوله سكرينشوت 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 سكرينشوت. يا مدير هاي المشاكل. شو الحل؟ يقول الحل عندي. أنا ماركتينج اجنسي. ها شغلتي. فقال خذينا كذديل بسبب هالموضوع. ممكن هاتي. ممكن تكون. بس سهولة هجوه يمكن الفرق بينه وبين كم. انه يسوي تجربة العميل كاملة. انتو تسوون بس الكونتينت. صح. الكونتو اكشن. انتو ما تدخلوا من رحلة السيلي. اعتقد هو يدخل. احنا يعني بالعراق بعد ما ندخل بسهولة بالتجربة الكاملة. لأن احنا بعد ما نصنع الفرصة والزبون المحتمل احنا نفقدة. نفقدة. لا بد ان راح نفقدة يعني لان ما كو تكاملية بالويب سايت وفي الابليكيشنز. بالسيو. ممكن بالعراقة. يعني الاسيو. ادوات الاسيو. ادوات الديجيطال ماركتينج. اضعف من السوشال ميديا. الماركتينج. احنا ننسوي الاكسبوجر. ننسوي هذا الدافعة بالاورنس. بالتوعية. ونصنع الفرص ويفقد تحقيق هو الجزء. يعني مما سويته. بعدها قمت وتعطون ملاحظات ولا ما تعطون؟ والله هذه صارت بوقت قريب. مؤخرا. ايه يعني. بس هي للامانة لازم تنقل يعني اذا انت اليوم قاعد تعمل محتوى والشركة تدفع لك فلوس. يعني ضميرك ما يسمح لك. امانتك المهنية. هذه امانتك المهنية انه انت جزء خارجي بس اكبر جزء. تلعمودي الفقري. انت تجيب المبيعات. انت تخلي الشركة تعيش. يعني انت تجيب الشخص من خارج. انت تدخل المواسسة. انت تعرفه. انت تراويه البراندش قد محبوب. انت تحببه بالبراند. انت تجمل السيروس او البرودكت. مسؤولية شبيرة. لما بعدين بنهاية ما تتحقق. يعني حرام انه ما تتحقق. فتظل هذه مسؤولية مهنية ممكن انه لازم تنقلها حتى ذا هي تأثر بك. بس حركة خليل حلوة صراحة. صحية. ممكن العمل ومؤسسات ضخمة يكون مستقرة اكثر من هذه الناحية. انه هي اه اه اراضي هي هذه تصر كيسز او حالات خاصة. ما تكون الحالات الشمولية او العامة. لان اذا ما اسسة ضخمة وتواجهها ايج حالة راح تكتشف بمئة بالمئة. صح صح. ايه. انا شوف غطينا جوانب حلوة. كل شيء. خفيف. لان انا اصلا من تركيزي على الحلقة السابقة بديتتها بصراحة. حتى رقبتيني عبرتني. لا. كل شيء. كل شيء حلو حلو. عفوي بسيط. ما في تحضير. يعني طبعا اللي ما يعرف هذا اللقاء الثاني على التوالي وموضوع غير مخطط لها ابدا. زيارة كانت جميلة من اخي وصديقي امير. فجاءني فيها فقلنا البدال ما نخليها اوف ريكورد. ليش ما نخليها قدامكم. وهذا هو. شكرا للناس اللي توصل مرحلة ما بعد نهاية الحلقة. اه تفاعلكم ونشركم لهذا المحتوى هو السبب الرئيسي لاستمرارنا ولعطائنا كثير. كذلك اشكر فريق ترنس بودكاست. عادل في التصوير. اه سليمان في الاعداد. كذلك كريم في الاعداد. اه شكرا لكم.